اشتركوا في القناة كل اللي احنا بنحاول نشتغل عليه ناس عندها مصدقية بمعنى ان اي حد النهاردة حابب ان هو النهاردة نساعده في موضوع الارتباط فبنساعده من خلال ان احنا بنعمل اعلان عنه اللي حابب النهاردة ان هو يشترك معنا ممكن يقدر يخش معنا في مدخلات على الارقام اللي موجودة على الشاشة بيها نبتدي نضرب امثال لكل الناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا ازاي احنا بنحاول نخدم الناس عن طريق الاعلان الاعلان هي الطريقة الوحيدة اللي احنا بنشوفها ان هي بتتلقم مع الناس اللي هي بتوصل صورة الشخص لكل الناس اللي بتتبعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا طبعا ببساطة احنا بيبقى عندنا كم كبير جدا من الناس اللي بتعاني من مشكلة الجواز بسبب ان في ناس كتيرة جدا اتأخرت في الجواز بسبب ان في بعض الناس كتيرة جدا عندها مشاكل وظروف مع زوجاتها او العكس صحيح فبالتالي كل الناس اللي النهاردة بتدور على الموضوع ده بنحاول ان احنا نخدمهم من خلال فكرة جريدة ارتباط جريدة ارتباط للجواز هو الشكل الاساسي اللي احنا بنحاول نخدم به الراجل او الست اللي لجأ لنا النهاردة واللي عايزين فعلا الارتباط من خلال ان احنا النهاردة بنعمل مجموعة من الناس المشترك عندنا واللي احنا بنبقى واغدين كل بياناتها المؤكدة من خلال ان كل واحد النهاردة ست كان او راجل بيبقى لي ملف شخصي عندي بيحتوي الملف على كل البيانات اللي اتأكد المعلومة التعطي على سبيل المثال كل راجل النهاردة او كل ست لما بنيجي نذكر حالته بنتكلم عليه على الشكل الاجتماعي بتاعه يعني لو هو اعزب بنقول ان هو اعزب لو هو النهاردة مطلق بنقول ان هو مطلق لو هو النهاردة ارمل بنقول ان هو ارمل لو عايز زوجة تانية بنبتدي نقول ان الشخص ده يرغب في زوجة تانية الشكل العام لكل شخصية بنقول فيها ده على سبيل المثال بنتكلم عن سن كل شخصية بنتكلم عن المؤهل الدراسي بنتكلم عن المحافظة اللي هو يتبع يتبعها وفي نفس الوقت بنقول كل البيانات اللي هو بيدور عليها وكل البيانات دي بتبقى شخصية لي بمعنى ان احنا كل واحد النهاردة بنبتدي نقول ان هو مفيش اسم هو اعزب هو مطلق هو ارمل بنقول النهاردة المحافظة اللي هو فيها بنقول النهاردة المستوى التعليمي اللي هو اذا كان مثلا على سبيل المثال شهادة عليا فبنبتدي نذكر الشهادة اللي حابب بنقول ان هو موظف ان هو تاجر ان هو مقاول ان هو راجل اعمال مش شرط نعلن عن شخصيته الوظيفية بس احنا بنقول شكل عام للشخص ومن هنا بنجمع كل البيانات دي مع طلباته ورغباته مع رقم تليفون في قلب الجريدة ده الشكل اللي بيبقى موجود في قلب الجريدة وفي نفس الوقت الشكل اللي بيبقى موجود النهاردة معايا في اعلان احنا بنقدمه من خلال القناة الفضائية اللي احنا موجودين فيها هو نفس الشكل اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه من خلال الجريدة وبنبتدي بيها نوصل صورة الشخص اللي النهاردة عنده فعلا الجدية في الامر لكل الناس اللي بتتبعنا ولي بتشاهدنا طبعا احنا لنا صفحتنا على الفيسبوك باسم جريدة ارتباط للجواز من هنا بنبتدي نعرف الناس بتاريخنا بنعرف الناس باللي احنا بتقدمه بنعرف الناس احنا ازاي بنقدم كل راجل او كل ست من خلال ان احنا النهاردة متواجدين على قناة الصحة والجمال بأن فرطة طويلة جدا بنمتهن هذه القصة قصة الجواز والاعلان على الاشخاص الحقيقيين ومن هنا بنجمع بيانات لكل الناس المشاهدين اللي ما تبعتناش قبل كده واللي ما كانش ليها نصيب ان هي تشوفنا فاي حد النهاردة بيحب ان هو يعرف اكتر عننا بيبتدي يخش على الصفحة بتاعتنا وهي زي ما قلنا من شوية باسم جريدة ارتباط للجواز ومن هنا بيشوف كل ما وحتوى الجريدة طبعا انا بقول ليه الكلام ده عشان اكد ان كل شخصية النهاردة اعلننا عنها ما بنحطش اي بيانات غير اللي احنا متأكدين منها بمعنى اولا ما بنظهرش اي صور ثانيا ما بنحطش اسماء ولا عنوين كل اللي احنا بنتكلم عليه على مدار شغلنا كله هي بيانات عامة بيتشابه فيها كل الناس مع بعضها هو ده المضمون اللي انا بحاول اساعب به الراجل او الست اللي بيدور على الجواز من خلال ان احنا النهاردة بنقدمه للمجتمع وبنقدمه للناس اللي بتتبعنا بحيث ان احنا نوصل صورته لاجبر كم من الناس ومن هنا بنلاقي كل الاختيارات اللي هو بيتمناها بتبقى موجودة قدامه راجل او ست احنا طبعا كل شغلنا مبني على القصة اللي احنا بنتكلم عليها واحنا الحمد لله بنحاول قدر المستطاع ان احنا نقدم كل ما هو صادق في الامر من خلال ان احنا النهاردة كل شخصية اتكلمنا عنها بيبقى عامده نمرة واحد واثنين وثلاثة وعشرة المصدقية المصدقية في الامر بتاعه بمعنى ان كل بيانات احنا بننزلها بيبقى الشخص النهاردة في كل المستندات اللي بتبقى بتأكد الحالة بتاعته يعني انا النهاردة لو جيت اتكلمت عن حد عايز زوجة تانية لازم النهاردة ابقى انا متأكد من ظروفه لازم ابقى انا عارف كل ظروفه عشان ابتدي اساعده من خلال الناس اللي بتبقى مشتركة عندي ومن خلال الناس اللي النهاردة عايزين نوصل صورته لها لو فيه النهاردة حد مطلق بيبقى طبعا واحد كل ما يثبت الامر ده انا بتكلم بشكل عام راجل او ست ايا كان اللي بيتابعنا واللي بيشاهدنا بنتكلم عن شكل عام بمعنى ان احنا النهاردة كلامي موجه للست وموجه للراجل برضو في نفس الوقت لما بيبقى عندي حد ارمل بيبقى برضو كل الكلام ده موسط بالاوراق الرسمية اللي تثبت الامر اللي احنا بنتكلم عنه ومن هنا هي دي فكرتنا اللي احنا بنساعد بيها كل الناس جريدة ارتباط الجواز هو ده المبمون اللي احنا النهاردة عايزين نوصله للناس اللي ما تبعتناش قبل كده واللي بتشوفنا النهاردة الاول مرة ان احنا النهاردة يا جماعة بنبتدي نعمل اعلان للراجل او للست اللي النهاردة عندهم المسبقية في الامر من خلال ان احنا بنقدم الصورة كاملة للمشاهد وبنخلي النهاردة التفاعل مع الناس باكبر كم ممكن من المشاهدين اللي عندهم الرغبة في الجواز لما هنيجي نتكلم النهاردة عن حالة من الحالات او على موقف من المواقف اللي انا بحب ان انا اتكلم عنها باستمرار عشان خاطر اوضح صورتنا ووضح للمشاهد اللي بيتابعنا احنا ازاي بنتكلم في قصة الجواز لما بيجي النهاردة حد بلاقيه بيتصل علي ويقول لي مثلا بعض البيانات بكتفي بان احنا النهاردة نحدد له الشكل اللي احنا النهاردة بنشتغل عليه بمعنى في بعض الناس النهاردة طبعا للظروف المادية اللي بنعد بيها واللي كل الناس النهاردة بتعد بيها بيسألني في المقام الاول اخير على هل يطر عندك حد يقبل وضع الزوجة التانية ولا لا هل يطر النهاردة في حد من الناس عنده سكن طبعا يا جماعة انا حابب ان انا النهاردة اتكلم مع الناس اللي بتتبعنا ووصلهم الصورة دي مفيش النهاردة حد من الناس اللي مشتركة معايا ست كانت تقبل بوضع الزوجة التانية فالنهاردة الست اللي هتقبل بالوضع ده لازم توفر لها الظروف المادية اللي تتناسب معها في نفس الوقت لو هو النهاردة فاكر ان النهاردة الست هتقبل بوضع الزوجة التانية او الست هتقبل ان هي النهاردة يكون عندها سكن او ان هي النهاردة هتاخده وتسافر بيه بر مصر فده انا بحاول ان انا اوضحه في كل حلقة وكل مرة بنتكلم فيها مع بعض النهاردة الست اللي النهاردة عايزة تتجوز وعايزة استقرار لازم يبقى فيه استقرار كامل بالنسبة لها بمعنى ان مفيش على مدار الفترات اللي فاتت دي مفيش واحدة عدت علي قالتلي ان انا عندي سكن وممكن استضيف الراجل اللي انا هتجوزه وتبقى الاقامة عندي ده ما حصلش انا بقول الكلام ده عشان الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا تبقى ملمة بالتفاصيل دي لان انا بلاقي فيه كم كبير جدا من الاتصالات كل مرة بتجيلي بيسألني نفس السؤال وعشان كده بطلع اتكلم في نفس النقط دي كل مرة بحاول ان انا وصل للناس هل يا ترى عندك الوضع ده لان كل الناس اللي النهاردة بتتبعني واللي بتشاهدني بيشوفوا عن طريق السوشيال ميديا ان فيه ناس كتيرة جدا بتروج لهذا الامر واحدة او حد من الناس يتكلم يقول ان انا عايز النهاردة ان انا سافر بر مصر وعايز زوجة تطلعني بر المنطقة اللي احنا عايشين فيها والظروف اللي احنا عايشين فيها عن طريق الجواز فده بيبقى نوع من انواع التسويق لبعض الافكار بس ده على ارض الواقع مش موجود في بعض الناس النهاردة اللي برده بتحاول ان هي باستمرار تكذب كم كبير جدا من الناس اللي عندها عرب وام الجواز ان يقول ان انا عندي النهاردة ست وعندها مكان وتقبل بوضع الزوجة ويكون الزواج عندها في قلب البيت او في سكنها فطبعا ده نوع من انواع الترويج اللي ما فيش فيه مصداقية فانا حابب ان احنا النهاردة في بداية حلقتنا ان احنا نتكلم مع بعض وندردش مع بعض ونقول الظروف اللي النهاردة كل ست النهاردة بتتكلم عليها واللي كل ست النهاردة بتسعليها عشان خاطر نطلع من تحت الحتة اللي بيبقى فيها تملي باستمرار يعني استجزاب للغلط في بعض الناس بتحاول تتاجر مع بعض فمن هنا بنحاول ان احنا نقول كل البيانات اللي احنا بنتكلم عليها بس نكون صدقين فيها البيانات دي مش موجودة خالص طبعا هنتكلم برضو يا جماعة على حاجة مهمة جدا بتلاقيها عند بعض الناس في واحد النهاردة بيجي يتكلم معي يقول لي النهاردة انا عايز واحدة ارمالة او عايز واحدة مطلقة بس انا مش متخيل يعني ان هيبقى ليها مطالب او اي حاجة ممكن تطلبها مني غير الجواز الشرعي او السدر طبعا يا جماعة كل واحدة النهاردة حتى لو كانت مطلقة حتى لو كانت ارمالة فهي عايزة تبما الاستقرار تبما الاستقرار بمعنى ان بيبقى ليها متطلبات من الدهب بيبقى ليها متطلبات عادة تأمنها تأمنها زيها زي اي واحدة تانية حتى البنت او المسابقى لهاش الجواز لما تيجي النهاردة بتتكلم بتقولي ان النهاردة عايزة دهب بمبلغ عايزة فيه النهاردة فيه مؤخر صدق عايزة عايزة برضو الست المطلقة بيبقى ليه طلباتها ان هي النهاردة تاخد سكن يبقى فيه يعني الاستمرارية بمعنى ان ما يفيش واحدة النهاردة بتقبل بوضع السكن المؤقت ده برضو من ضمن الحاجات اللي فيه ناس كتير جدا بتبقى متخيلة ان انا لما اخد النهاردة واحدة مطلقة أو أخذ النهاردة واحدة أرملة فهي مش هتتكلم معي في حتة السكن دي طبعا هي في الأول وفي الآخر بتحاول قرر المستطاع إن هي يبقى عندها استقرار في الزواج حتى لو كانت فشلت قبل كده أو جربت الزواج قبل كده ومثلا حصل لقدر الله إن هي بقت أرملة ولا حاجة فعايزة تستقر فعايزة تستقر بمعنى إن هي كل ستة النهاردة بتحاول تدور على فرصة تانية في حياتها بتدور من خلال إن لازم يبقى فيه استقرار استقرار بمعنى إن يبقى فيه سكن فيه استدامة استدامة بمعنى إن يبقى لازم النهاردة سكن يبقى سابط ما ينفعش النهاردة يجي واحد ياخد وحدة أو يتكلم على جواز ويجي يتقدم لوحدة ويقول لها أنا هاخد إيجار جديد بتبقى الموضوع ده بالنسبة لها للمطلقة أو للأرملة مرفوض في بعض الناس ممكن توافق بالكلام ده لو إحنا في بداية مشوارنا وفي بداية حياتنا بنحاول إن إحنا النهاردة نتعرف على حد من زمائلنا في الجامعة أو حد زمائلنا في الشغل فبالتالي بنبتدي فيه قصة حب بينا وبين بعض فبنبتدي حياتنا مع بعض وبنبتدي نتغاطع على الأمور ده عشان نبتدي نبني بيت كامل مع بعض لإن الظروف بتبقى صعبة فده ممكن يحصل في السن الصغية إنما في الست اللي جربت قبل كده اللي ارتباط أو الجواز مثلا على سبيل المثال ده بالنسبة لها بيبقى مرفوض لإن وضع إن هي تاخد حد ومعندوه سكن ثابت ده بالنسبة لها معناه إن ما فيش استقرار ده الصور اللي إحنا النهاردة حبينا إن إحنا نتكلم معه كل الناس اللي بتتبعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا إيه هي الحاجات اللي ممكن تعد عليك لو إنت النهاردة بتتكلم في مبدأ الجواز طبعا على سبيل المثال ده من ضمن الحاجات اللي فيه ناس كتيرة جدا بتسألني عليها فعشان كده حبيت إن أنا وضحها في بداية كلامنا وأكد عليها إن الست النهاردة المطلخة أو الأرملة بتبقى النهاردة عايزة إقامة كاملة عايزة شقة تبقى شقة تمليك مش معنى إن شقة تمليك إن هي تبقى باسمها لا بس على أقل تبقى باسم الزوج اللي النهاردة عايزة تجوز حتة الشقة الإجار دي بتبقى يعني تقريبا شبه بالنسبة لها مرفوض ده من ضمن الحاجات اللي أنا حابب إن أنا وصلها للمشاهد اللي بتابعنا وللناس اللي النهاردة بتطور على فكرة الجواز والارتباط برضو من ضمن الحاجات إن الست المطلخة والست الأرملة عايزة تبمن نفسها وتبمن الاستمرارية في الجواز من خلال إن بتطلب زيها زي البنت اللي مسابق لهاش الجواز بل بالعكس ممكن يكون أكتر عشان تهس بالاستقرار أو تعود شيء من اللي فقدته في الزوجة أو في الزيجة الأولى اللي مرت بيها من هنا بتبقى لها طلبات مادية زي الدهب وبتبتدي تتكلم في مؤخر صداق وبتبتدي تتكلم في عاجات زيها زي أي واحدة تانية بل بالعكس بتحاول إن هي تطلب طلبات بزيادة طبعا ده الشكل العام اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه عشان خاطر لو في حد من الناس اللي حابب إن هو يتواصل معنا يبقى فاهم الصورة بتبقى ماشية إزاي هرجع أتكلم على نقطة تانية جدا بتهم كل الناس اللي النهاردة بتتصل علي واللي النهاردة بتدور على مبدأ الجواز النهاردة فيه ناس كتيرة جدا جدا بتبقى عايزة زوجة تانية حتى لو كان الست دي أكبر منه هل يطرى النهاردة وضع الزوجة التانية ده متاح وبيقى بالسهل لا يا جماعة عايز أقول إن ده بيمر بحاجات كتيرة جدا من الطلبات الست النهاردة اللي هتقبل وضع الزوجة التانية أول طلب بالنسبة لها إن هي تبقى بعيدة كل البعد عن المشاكل بعيدة عن إن هي يحصل لقدر الله أي كلام وفي النهاية كل واحد يختلف فيبتدي يرجع لزوجته الأولى أو يبتدي خلص الزوجة حصلش اتفاق فكل واحد ياخد حاله ويبتدي ينفصله عن بعض طبعا تحسب عليها زوجة تانية وفي النهاية ما استفدتش أي حاجة فبتبتدي النهاردة تتكلم في طلبات إن هي تأمن نفسها بشكل أو بآخر إن هي تبعد عن مكان أو إقامة الزوجة الأولى وتبعد عن المشاكل اللي ممكن تحصل فبالتالي بتبتدي تطلب من الراجل طلبات بزيادة. الست اللي بتبقى النهاردة تقبل بوضع الزوجة التانية 90% منهم بيبقوا طالبين طلبات مادية كبيرة. هو ده الشكل اللي النهاردة كل واحد بيدور على زوجة تانية ليه لازم يبتدي يبقى هو فاهم إن الست اللي النهاردة في المجتمع بتاعنا بتيجي تقبل بالوضع ده بتقبل بالوضع ده تحت شروط. الشروط دي بتبقى كلها مبنية على 90% بيانات بتأكدها التصرفات. بمعنى إن تطلب دهب كتير بتطلب النهاردة شقة بتطلب النهاردة يبقى فيه يعني ما يريحها نفسيا عشان لو النهاردة الموضوع ده ما تمش يبتدي النهاردة هي وغدة حزرها وأن هي وغدة اللي يقمنها من موضوع الجواز. طبعا هي دي الصور اللي النهاردة بتعد علي واللي الناس كتيرة جدا بتقعد تتكلم معي باستمرار عليها عشان خاطر تبتدي توصل لموضوع الجواز. فأنا حبيت إن إحنا النهاردة في بداية حلقتنا نتكلم مع بعض ونبتدي نحكي عن الحاجات اللي موجودة واللي إحنا النهاردة بنتعرض لها من خلال إن إحنا النهاردة بنشتغل في موضوع الجواز فعايز إن أنا أوصل الصورة دي لكل الناس اللي بتتبعنا هنتكلم عن بعض الناس اللي مشتركة معنا وهنبتدي نقول بعض المواصفات اللي موجودة عندنا بحيث إن إحنا نستكذب أكبر كم من الناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا عشان خاطر من هنا نوصل صورتهم للمشاهدين ربما يكون في حد من الناس شايف إن الناس دي تتناسب عايزة تواصل معها فمن هنا نبتدي نستكذب لهم الناس اللي تبتدي تكون مناسبة لهم هنبتدي ناخد فترة استراحة كده بسيطة ونبتدي نحضر بيانات الناس اللي موجودة معنا عشان لو في حد من المشاهدين حابب إنه هو نيتواصل مع الناس دي يبقى عارف إيه هي الناس اللي موجودة عندنا والناس اللي مشتركة عندنا ومن هنا بنوصل صورة الناس دي لأكبر كم من المشاهدين طبعا جريدة الترتباط يا جماعة موجودة في كل محافظة مصر موجودة في كل محافظة محافظة مصر وسعرها بسيط جدا وبتحتوي على عدد مش قليل من الناس اللي بتبقى مشتركة معنا ومن هنا كل شخص النهاردة بيرغب في الجواز يقدر النهاردة ان هو يوصل للكلام اللي احنا بنتكلم عليه في المحافظة اللي هو فيها بسهولة جدا احنا بنتعامل مع جريدة الجمهورية وجريدة الجمهورية لها فروح كتيرة في كل معافظة مصر ومن هنا كل شخص النهاردة بيحب ان هو يتوصل للحالات اللي موجودة معنا واللي احنا هنسخرها دلوقتي كمان شوية هيبتدي النهاردة يلجأ للجريدة لان الجريدة بتحتوي على عدد من الناس وبتبقى عدد متجد العدد بتاعنا بيبقى عدد شهري بتنزله ومن هنا بيبتدي يلاقي كل البيانات اللي احنا النهاردة بنتكلم عليها ومن هنا يقدر يوصل لأكبر كم من الناس اللي هو شايفة ان هي مناسبة لي بدون ما نكلفه اي حاجة ده الصورة اللي احنا عايزين نوصلها لكل الناس حابب النهاردة ان هو يتواصل مع الحلقات بتاعتنا ويبتدي يتطلع على الناس اللي موجودة عندنا هيبتدي يخش على صفحتنا على الفيسبوك وهيلاقي كل الناس اللي بتبقى مشتركة معايا برضو بياناتها بتبقى موجودة زي ما قلت من شوية يا جماعة بيانات بدون صور بدون اسماء بدون عنوين بتبقى بيانات عامة بتتشابه معاها كل شخصية بتبقى موجودة يعني الست اللي النهاردة مطلقة بنقول هي مطلقة ما بنقولش لا اسم ولا صورة ولا عنوان بنقول مطلقة بنقول محافظتها وبنقول النهاردة اذا كان عندها اولاد اولاء وبنبتدي نتكلم معاها ونبتدي نشوف الزرور بتاعتها اللي هي عايزاها واللي هي طلبها وبنبتدي نعرضها لكل الناس اللي بتتبعنا طبعا ده كده ملخص بسيط عننا وعن الحاجة اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نساعد بيها مجتمعنا بنحنا نحل ازمة الجواز من خلال جريدة ارتباط طبعا انا بشكركم للجزء الاولاني وهنبتدي نستعرب معاكو بعد شوية كل البيانات اللي بتبقى موجودة معانا بحيث ان كل المشاهدين بتدوا يبقى عارفين ايه هي الناس اللي موجودة في العدد بتاع الشهر ده طبعا شكرا لكو واللي متابعكو هانتظركوا بعد شوية طبعا رجعنا لكو عشان نبتدي انه استعرض بعض الناس اللي موجودة معانا في الجريدة عشان اللي النهاردة حابب ان هو يتواصل مع حلم الحالات يبتدي يبقى عارف ايه هي الحالات اللي موجودة معانا على سبيل مثال هنتكلم النهاردة عن انسا 32 سنة وهي من القاهرة وهي بتدور على حد يكون اهم حاجة بالنسبة لها يكون اعذب او مطلق دون اولاد هي معاها شهادة عليا بتدور على حد برضو معاها شهادة عليا اهم حاجة ان هو يكون من القاهرة القبر دي حالة مضمن الحالات اللي موجودة معانا في قلب الجريدة واللي النهاردة ما بتقبلش وضع الزوج التاني انا حابب ان احنا النهاردة نتكلم بشكل عام عن كل الناس اللي موجودة معنا بحيث النهاردة لو في حد من الناس حب ان هو يتواصل مع الناس دي هيبتدي النهاردة يشتري الجريدة وهي بتحتوي على كل البيانات اللي انا بذكرها دلوقتي زي ما قلت من شوية انيسة 32 سنة مع موهل عالي من القاهرة الكبرى بتدور على حد يكون مناسب لها من محافظة القاهرة اعزب او مطلق او ارمل المهم بدون اولاد من القاهرة الكبرى دي حالة من ضمن الحالات وما بتقبلش وضع الزوج التاني دي واحدة من ضمن الناس اللي موجودة معنا فيه اخت تانية برضو على سبيل المثال عندها 47 سنة وهي من صعيد مصر وهي انيسة وبتدور على حد يتناسب معها برضو بتدور على حد يكون اعزب او مطلق او ارمل المهم ان هي ما بتقبلش برضو وضع الزوج التانية وهي موظفة وقمية في مكان كويس جدا وبتدور على حد يتناسب معها في السن وفي نفس الوقت هي على قد من الادب والجمال ومن اهل الفضيلة وما شاء الله هي من عائلة كبيرة جدا وزي ما قلت من شوية هي موظفة مكان كويس جدا وما فيش مشكلة ان هي تنتقل بالاقامة بتاعتها لاي مكان مش شرط ان هي عشان هي من صعيد مصر فهتعيش في صعيد مصر لا ممكن تعيش في اي مكان تاني الاخت هي من محافظة سويس كويس دي من ضمن الحالات التانية اللي موجودة معنا عندي وردو سيدة تانية مطلقة بدون اولاد وهي النهاردة من السويس وعندها حوالي 43 سنة وردو بتدور على حد يتناسب معها في السن المهم ان هو يكون مركز اجتماعي راقي يكون مستوى تعليم عادي ما فيش مشكلة ان هي تقبل وضع الزوج التانية وان هي النهاردة طلبتها في الشخص اللي هي بتدور عليه ان هو يكون مستوى راقي بالنسبة لها زي ما قلت من شوية يا جماعة 43 سنة وهي من السويس وهي تقبل وضع الزوج التانية بس اهم حاجة يكون مستوى راقي بمعنى ان هو حد يكون شهادة عليا بيشتغل في مكان كويس جدا يكون راقي ماديا واجتماعيا دي حالة من ضمن الحالات اللي موجودة معنا في قلب الجريدة واللي موجودة النهاردة في الطبعة الجديدة بإذن الله الاخت برضو اللي موجودة معنا هي ارملة وهي عندها حوالي 43 سنة وهي زي ما قلنا من شوية هي ارملة 43 سنة وهي من محافظة المنوفية وهي النهاردة عندها اولاد بس هم موجودين بر مصر واحد موجود بر مصر والتاني موجود في مصر بس هم اكبر وهي النهاردة لو في نصيب بإذن الله هتنتقل بالاقامة في اي مكان ما فيش مشكلة لان اولادها واحد مسافر والتاني المفروض ان هو تجيره على وشه جواز وعنده شغله فهتبتدي النهاردة هتبقى عايزة تجوز جوازة برضو راقية وتبقى ميسور الحياة اهم حاجة بالنسبة لها حد يتمتع بالحتة دي ويبتدي يعيشها في مستوى راقية حد كويس جدا محترم على قدم الجمال وزي ما قلت هي ارملة من محافظة المنوفية والنهاردة ما فيش مشكلة ان هي تبقى وضع الزوجة تانية بالنسبة لها مش مرفوض ولا حاجة بس اهم حاجة يكون ميسور الحياة دي من ضمن الحالات اللي موجودة معانا في عندنا برضو اخت تانية وهي موجودة من سوريا وهي عندها حوالي خمسين سنة وزي ما قلنا ان هي ارملة من سوريا عندها حوالي خمسين سنة وطبعا هي بدون اولاد وأهلها كلهم موجودين هناك وهي دلوقتي موجودة هناك في سوريا وبرضو زي ما قلنا من شوية هي أرملة ما عنداش أولاد ولا عندها أي حد وهي ما فيش مشكلة ان هي تيجي وتعيش هنا في مصر دي من ضمن الحاجات اللي موجودة معنا هي تقبل برضو وضع الزوج التانية بس عايزة يكون ميسور الحال وسن يتناسب مع سنها ما فيش مشكلة ان هي النهاردة تيجي وتبقى الإقامة بتاعتها هنا في مصر وتيجي تعيش هنا وهي زي ما قلت من شوية أرملة عندها خمسين سنة ما عنداش أولاد ولا عندها أي حاجة وبتقبل وضع الزوج التانية بس أهم حاجة ان هو يكون برضو ميسور الحال نركز مع بعض على كلمة ميسور الحال لأن كل حالم الحالات اللي احنا بنتكلم عنها عايزة الإمكانيات المادية أيا كان السن وأيا كان الزروف الاجتماعية كل حالم الحالات اللي موجودة معنا بتدور على حد يكون ميسور الحال عشان بس نحط المقطة دي قدام كل المشاهدين اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا اللي حابب النهاردة ان هو يتواصل مع الناس دي هيلاقي كل البيانات دي موجودة في قلب الجريدة اللي بتبقى موجودة في كل محافظة في مصر أي أن كان انت النهاردة في أي محافظة هتلاقي النهاردة الجريدة موجودة عندك وسعرها هيبقى سعر مناسب جدا ان انت تقدر تتواصل لها وان انت تقدر تجيبها طبعا من ضمن الحالات اللي موجودة معايا واللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نلفت نظر المشاهدين ديها هي أخت من المغرب وهي عندها حوالي 43 سنة ما سبق لهاش الجواز هي محافظة الجيزة وهي موجودة هنا دلوقتي مقيمة هنا معانا وفي نفس الوقت عايزة حد يكون أعزب أو مطلق ويكون مستوى المادي بتاعه برضو يكون كويس نسبة الجمال بتاعها من حوالي 50% ل60% ما شاء الله هي 6 بيت من الدرجة الأولى تتميز ان هي عندها النهاردة يعني ما شاء الله يعني اهتمام بالبيت بكل محتوىات البيت من الناس اللي هي يعني ما شاء الله عندها امكانيات في ان هي بتاع عمل أكل كويس جدا وكان بيشتغل في مجال السياحة والفندقة وفي نفس الوقت عندها خلفية كويسة جدا بالمجال بتاع المطبخ وحاجات البيت اللي هي تتميز بيها بعض الستات برضو من دمن الناس اللي بتبقى موجودة معانا هي أخت عندها 27 سنة وهي من حفظة الجيزة وهي حد على المستوى من التعليم راقي وهي آنسة ما سبقى لهاش الجواز عايز حد يكون سن يتناسب من سنها ما يزدش عن 35 او 37 سنة اهم حاجة بالنسبة لها ان هو يكون اعزب او مطلق او ارمل المهم يكون بدون اولاد ويكون محافظة الجيزة ويكون حد راقي وحد يكون مستوى خيز جدا ماديا هي ما شاء الله بتشتغل موظفة في نفس الوقت وفي نفس الوقت عايز حد يتناسب معها اجتماعيا وماديا وعلميا دي من دمن الحالات اللي موجودة معانا في قلب الجريدة فيه اخت تانية هي خارجة اعلام وهي عندها حوالي 34 سنة وهي انسة وهي برضو محافظة الجيزة وهي على قدم الجمال وبالدور على حد يكون يتناسب معها علميا اهم حاجة بالنسبة لها وشرطها الاساسي ان هو يكون اعزب ما سبقلوش الجواز اعزب ما سبقلوش الجواز ويكون على نفس المستوى العلم هي زي ما قلت خارجة اعلام وعايز حد يتناسب معها من خلال ان هو معايش هذا عليا وفي نفس الوقت الاقامة هتكون في محافظة الجيزة دي البيانات اللي المهاردة احنا بنذكرها عن كل حالة من الحالات عشان الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا اللي شايف ان هو عايز يتواصل مع حد من الناس دي هيبتدي يتواصل من خلال الجريدة اللي هتبقى موجودة في كل المحافظات واللي هي موجودة بالفعل في كل محافظة مصر الشخص اللي المهاردة عايز يتواصل مع الحالات اللي انا بذكرها هيبتدي يشتري الجريدة ومن هنا هيبتدي يتواصل لكل الناس دي ببياناتها بارقام تلفوناتهم بحيث ان هو يعرض نفسه عن الناس الناس النهاردة برضو اللي موجودة معنا هو النهاردة حد موجود بر مصر وبيشتغل في شغلانة في المقاولات وهو حد ما يصور الحاله بيدور على واحدة زوجة تانية بالنسبة له عايز حد يكون ما فيش مشكلة لو هي مطلقة ما فيش مشكلة لو هي أنسة لو أرمالة عندها طفل أو طفلين صغيرين ما فيش مشكلة برضو بيدور على حد يكون على قدم الجمال وتقبل وضع الزوجة التانية هو عنده 37 سنة وبشتغل في المقاولات وهو حد كويس جدا ومحترم جدا دائما من ضمن الناس اللي موجودة معنا عندي برضو من ضمن الناس اللي موجودة معنا في أنسة وهي عندها حوالي 36 سنة وهي النهاردة مركز علمي راقي وبتدور على حد شرط بالنسبة لها أن هو يكون أعزب أي أن كان من أي محافظة ما فيش مشكلة هي بتشتغل شغلانة في مكان حكومي راقي وماشاء الله هي وقد درجة الدكتوراه وفي نفس الوقت بتدرس في الجامعة وهي بتدور على حد يكون يتناسب معها أهم شرط بالنسبة لها شرطين الشرط الأولاني أنه هو يكون أعزب ما سابقلوش الجواز الشرط الثاني أنه هو يكون نفس المستوى العلمي اللي هي عايزاه زيها بالزبط دي من ضمن الناس اللي موجودة معنا واللي موجودة برقم تلفونها موجود في قلبي الجريدة من هنا أنا بحاول أنه نوضح للمشاهدين كل الناس اللي بتبقى موجودة معايا الشهر ده بحيث أن النهاردة لو حبيت النهاردة هتتواصل مع حد من الناس دي هتتديه هتلاقي كل البيانات اللي احنا بنتكلم عليها موجودة في قلبي الجريدة برضو من ضمن الناس عندي أرمالة عندها حوالي تلات أولاد تلاتة واربعين سنة وهي برضو محافظة الدهلية وهي زي ما قلت من شوية هي محافظة الدهلية وأرمالة وعندها تلاتة واربعين سنة بتدور على حد يقبل بالوضع اللي هي فيه وفي نفس الوقت الإقامة هتبقى في محافظة الدهلية شرط بالنسبة لها الأساسي إن هي تبقى موجودة في المحافظة وضع الزوجة التانية بالنسبة لها مفيش مشكلة أهم حاجة إن هو يكون ميسور الحال يقدر يفتح البيت وفي نفس الوقت يتقبل أولادها والإنفاق على أولادها زي ما قلنا من شوية هي تقبل وضع الزوجة التانية برضو عندي أنيسة تانية عندها واحد واربعين سنة وهي من الجيزة وهي المهاردة على قدر من التعليم ومعاها مواهي العالي وفي نفس الوقت مش محجبة وبتدور على حد يقبل بالوضع بتاعها أهم حاجة إن هو يكون حد ميسور الحال جدا جدا بمعنى إن هو يسكنها في نفس المكان اللي هي بتبتدي فيه أو في نفس المستوى اللي هي موجودة عليه هي النهاردة زي ما قلت من شوية جماعة عندها واحد واربعين سنة ومش محجبة وهي من محافظة الجيزة وهي مواهي العالي ومستوى المادي بتاعها راقي جدا فبتدور على حد يكون نفس المستوى وفي نفس الوقت يتناسب معاها ماديا أهم ما في الأمر إن هي تقبل وضع الزوجة التانية بس شارطة بالنسبة لها الإخامة في الجيزة والشقة يكون شقة تمليك ما تكون شقة أجار وفي نفس الوقت هي عايزة حد يكون ميسور الحال جدا وتقبل وضع الزوجة التانية دي من دمن الناس اللي برضو موجودة معانا واللي موجودة في قلب الجريدة اللي بيها يقدر أي شخص من عرضه يشتري الجريدة هيلاقي كل البيانات اللي احنا بنسخورها دي موجودة في قلب الجريدة بأرقام تلفوناتها برضو من دمن الناس اللي موجودة معانا هي أخت عندها حوالي تسعة وتلاتين سنة وهي من السويس وهي النهاردة مطلقة وتقبل وضع الزوجة التانية عندها أولاد بس مع الزوج ما فيش حد معاها هي معاها مؤهل عالي أو فوق متوسط وفي نفس الوقت ما فيش مشكلة بالنسبة لها وضع الزوجة التانية المهم إنه هو حد يكون ميسور الحال جدا دي من دمن الناس اللي موجودة معانا في الجريدة واللي موجود بياناتها برقام تلفونها وتقبل وضع الزوجة التانية فيه أخت تاني من اسماعيلية هي عندها أعاقة بسيطة في الرقبة وهي بتشتغل مدرسة بس هي ما شاء الله حد راقي جدا وبانتناز جدا والمستوى المادي بتاعهم راقي جدا وبالدوار على حد يكون أعزب أو مطلق المهم إنه هو يقبل بالوضع بتاع الأعاقة بتاعتها ده من دمن الناس اللي ورد موجودة معانا وزي ما قلت يا جماعة هي محافظة معالله اللي حابب إنه هو يتواصل مع الحالات اللي احنا بنسخورها هيلاقي كل البيانات دي موجودة معاهم رقم التلفون اللي بيبتدي بيها الشخص يتواصل طبعا أنا برضو بالفت نظر الناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا إن احنا النهاردة كل الناس اللي النهاردة بتبقى موجودة برقم تلفونها ده رقم تلفون بيبقى إحنا جايبينه للعميل اللي جيه اشترك عندنا بيها بيبتدي نساعده من خلال إن هو يبقى موجود يقدر النهاردة يتلقى الاتصالات عليها وأهم من الاتصالات إن كل واحد النهاردة بيحاول إن هو يقدم نفسه الناس بيقدم نفسه الناس بالأوراق الرسمية لتثبت بياناته يعني النهاردة أي شخص النهاردة هيبتدي يشتري الجريدة نمره واحد كل سؤال بتعدي عليه لو كلمت مع أي واحدة بيبعتلي صورة البطاقة صورة البطاقة بتوضح النهاردة الشخصية اللي هي بتتكلم معه فطبعاً كل راجل النهاردة هيبتدى يشتر الجريدة لازم يبقى عارف أن الست النهاردة اللي هتتكلم معاك لازم هتبتدى تسألك أهم سؤال وأهم ما في الأمر يبعت لي صورة البطاقة عشان أبتدى أتأكد من بياناتك اللي أنت هتقول لي عليه لو أنت النهاردة قلتلي اسمها أبقى أنا متأكدة من اسمك لو قلتلي سن أبقى متأكدة من سنك لو قلتلي النهاردة وظيفة معينة هبقى متأكدة منها لأن البطاقة فيها كل الكلام ده فباقي كل الناس اللي النهاردة موجودة معانا تقدر تتواصل للشخصيات اللي النهاردة بتبتدي تعرض نفسها عليها من خلال ان هي النهاردة تقبل بكل الاوضاع اللي هي النهاردة هتقبل بيها بس اهم ما في الامر ان هي تتأكد من الوضع ده طبعا زي ما قلت من شوية ان النهاردة في وسائل كتيرة جدا بتسهل علينا ان احنا النهاردة نقدم نفسنا للناس بشكل جد وبتدي كل واحدة النهاردة تعرف الشخص اللي بيكلمها فعلا هو عنده الجدية وعنده مصدقية ولا لا لو هو النهاردة عنده الجدية وعنده مصدقية تناسب معها هيبتده بعد كده يبتدي وتواصله مع بعض وهي متطمنة لي لو النهاردة الشخص النهاردة بيبتدي مش صادق في بياناته او مش صادق في كلامه كل واحد النهاردة بقى بسهولة جدا بيقدر يعمل حظر للشخصية اللي النهاردة مش عايز يستقبل تلفوناتها وبقى بالنسبة لها بقت سهلة جدا ان هي النهاردة تلقى الاتصال اللي هي عايزها والشخص اللي هي لا ترغب في الاتصال بيه او التواصل معاه بتبتدي ترتاح منه لانه بسهولة جدا بتعمله حظ للرقم فما بقاش فيه مشكلة بالنسبة لنا من خلال ان احنا النهاردة بنستخدم ارقام تلفونات الاشخاص اللي بتبقى مشتركة معنا دي من دون الحاجات اللي احنا النهاردة بنلفت نظر المشاهد ديها عشان خاطر النهاردة اي حد النهاردة بيبتدي عايز يخش وعايز يبتدي النهاردة يخبط على الباب لازم ان يخبط على الباب بشكل بسيط ولازم ان يبقى يبتدي يخبط على الباب بشكل صادق صادق بمعنى ان هو يقول بيانات تبقى مؤكدة ويأكدها من خلال ان هو بيبعث البيانات بتاعته من خلال صورة البطاقة على الواتساب لكل حالة من الحالات اللي احنا النهاردة بنتكلم عليها معاها بحيث ان النهاردة يأمنها ويطمنها لبياناته وصدق بياناته وصدق نوايا فمن هنا هيبتدي يلاقي البيبان بيتفتح لو هو النهاردة عنده المصدقية لو هو النهاردة ما عندهش الحتة دي الناس بتبتدي تريح نفسها وتبتدي تدور على غيره وغيره وغيره لان فيه كم كبير جدا من الناس اللي عندها رغبة في الجواز واللي النهاردة بتشتهي الجريدة واللي النهاردة بتبتدي تتواصل معها فالنهاردة مش فارق معها فلان او علان اهم ما بيتدور عليه ان الشخص اللي النهاردة تتواصل معه يكون صادق في بيانته هو ده الناس اللي النهاردة موجودة معنا برضو من ضمن الناس اللي موجودة معايا وهي أخت عندها حوالي 37 سنة وهي من محافظة الجيزة وهي أنسة وهي بتشتغل في وظيفة حكومية وهي مؤهل عالي وزي ما قلت هي أنسة 37 سنة وهي من محافظة الجيزة هي وحيدة والدتها وهي بتشتغل موظفة حكومية في مكان كويس جدا وعايز حد أهم حاجة سن يتناسب مع سنها وأهم ما في الأمر لأن هي وحيدة أمها عايز حد يعيش معاها في محافظة الجيزة هي عايز حد يعيش معاها في محافظة الجيزة ويكون من محافظة الجيزة زي ما قلت من شوية يا جماعة هي 37 سنة وهي أنسة وهي بتشتغل في وظيفة حكومية كويسة جدا وبتدور على حد يتناسب معها في أخت تانية هي عندها حوالي 38 سنة وهي في الأصل من جنوب مصر بس موجودة هنا وبتشتغل هنا في مصر وبتشتغل شغلة برضو حكومية وهي زي ما قلت من شوية موجودة هنا في القاهرة في القاهرة بس هي أصولها في الأصل من صعيب مصر هي زي ما قلت من شوية أن هي أنسة وعندها حوالي 38 سنة وبتدور على حد يتناسب معها ويكون الإقامة بتاعته إذا كانت في الصعيد أو إذا كان هنا في القايرة مفيش مشكلة وهي عايز حد أعزب أو مطلق أو أرمل المهم إن هي ما بتقبلش وضع الزوجة التانية دي بعض البيانات اللي احنا النهاردة ذكرناها واللي احنا بيها بنستعرض للمشاهد إيه هم الناس اللي موجودة معنا اللي موجودة في الجريدة واللي بتقبل بأوضاع إيه واللي ظروفهم إيه واللي عايزين إيه طبعا كل البيانات اللي أنا قلتها من شوية يا جماعة بتبقى مصحوبة برقم تليفون عشان كل واحد النهاردة يبتدي يعرف بيانات ويعرف نفسه على الحالة اللي هو شايفها مناسبة لي من خلال النهاردة أنه هو بيبتدي يحط قدام الحالة كل بياناته ببرق رسمي بقت سهلة وبسيطة إن أنا النهاردة أبعد صورة البطاقة للشخصية اللي بتكلم معاها عشان النهاردة تبتدي تطمن لي تبتدي النهاردة يبقى في حوار تبتدي تطمن للشخص ده بالمواصفات اللي هو بيقول عليه هتنطبق عليه فتبتدي من هنا تتواصل مع أشخاص بيبقى عندهم الجدية هو ده الفكر اللي إحنا النهاردة بنحاول نقصله في كل حلم الحلقات واللي بيها بنحاول إن احنا نعرضه على كل المشاهدين وعلى كل المتابعين طبعا إحنا أرقامنا بيتموجودة باستمرار على الخناة وبنحط أرقامنا بحيث إن النهاردة أي شخص من الأشخاص اللي حابب أن هو يشترك معنا بنبتدي نساعده بنفس الطريقة بنساعده إزاي من خلال إن احنا النهاردة بنتكلم معاه وبنبتدي نشوف طلباته ونشوف رغباته ونبتدي نساعده من قلال إعلان اللي احنا النهاردة بنقدمه واللي احنا النهاردة بنتكلم مع كل الحلقات عن كل الناس اللي النهاردة بتبقى موجودة معنا عشان نستجلب لهم أكبر كم من الاختيارات طبعا فكرتنا ببساطة احنا كده عرضناها معاكم وقلنا كل البيانات اللي احنا النهاردة حابين نحن نسكورها في الحلقة بتاعتنا واتكلمنا عن بعض الناس اللي النهاردة بتبتدي تسألني عن أسئلة معينة حابت إن أنا أجاوب عليها في بداية الحلقة وقلت يا جماعة وهقرر تاني مفيش واحدة ست هتقبل بالنهية اللي قامة تبقى عندها يعني مفيش واحدة عندها سكن في نفس الوقت مفيش واحدة النهاردة بتقبل وضع الزوجة التانية إن لما بتبمن لنفسها عيشة مستقرة من خلال إن بتبقى ليها طلبات بتأمنها من خلال إن هي بتطلب دهب وتطلب مكان بعيد خالص عن مكان قامة تها الزوجة الأولى وفي نفس الوقت بتطلب مؤخر صدق كبير عشان خاطر ما يحصلش بعد فتة من الفترات الانفصال وتبتدي النهاردة تلاقي مصير تحطت فيه ما كانش محطوط في حساباتها وهي كانت بتدور في النهاية إن هي تطلع من الدائرة الأولى اللي هي كانت فيها بس عايز تطلع بشكل فيه استقرار فطبعا كل سيدة النهاردة بتيجي تتكلم النهاردة كيف مطلخة أو أرملة أيا كان زرفها النهاردة بتبتدي تدور على شخص يبنالها الاستقرار الاستقرار بمعنى الشكل المادي ده نمرة اتنين الحاجات برضو اللي احنا النهاردة برضو اتكلمت عنها في بداية الحلقة وهعيد فيها تاني إن النهاردة مفيش حد من برا مصر جيه لجأ لنا بيقبل بأنه هو النهاردة ياخد واحد من مصر ويبتدي يسافر برا الموضوع ده برضو من ضمن الحاجات اللي أنا حابب إن احنا أأكد عليها مع كل المشاهدين اللي بيتتبعنا عشان تبقى الناس عارفة في بعض الناس اللي النهاردة بتدور على وضع الزوجة التانية ودول بيبقوا أكتر بكتير من الناس اللي النهاردة عايزين مثلا ظروفهم إذا كان أعزب أو مطلخ أو أرملة طبعا أنا ليه بققول الكلام ده لأن أغلبية الناس اللي النهاردة بتلجأ لي بتبقى ناس سنها كبير في السن شوية بيبقى مثلا عندهم ظرف إذا كان انفصل أو النهاردة أرمل أو النهاردة سنه كبير مش قادر يلاقي كم من الاختيارات قدامه فهم أكتر ناس بتلجأ لي من الناس اللي بتبقى حالتهم الاجتماعية إذا كان أعزب أو مطلخ أو أرمل هقدر أقول إن أغلبية الناس اللي النهاردة بتيجي تسألني على الارتباط بيبقوا كلهم 99% منهم أو يعني مثلا هنقول 80% منهم كلهم بيدوروا على وضع الزوجة التانية فيه ناس كتيرة جدا من الناس اللي بتيجي تلجأ لي بيبقوا بيدوروا على وضع الزوجة التانية برضو أنا حبيت ألف نظر كل الناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا إن كل شخصية النهاردة بتجيلي بتبتدي النهاردة تطلب مني مثلا أعزب أو مطلخ أو أرمل دي بتبقى نسبتها بالزبط يعني تقريبا 10% من قمة الناس اللي بتبتدي تيجي تشترك عندي كل الناس اللي بتجيلي وبتشترك عندي بيبقى أغلبيتهم يا جماعة زي ما قلت أنا بكلم كل واحدة 6 النهاردة عايز ترتبط إن أغلبيت الناس اللي بتيجي تشترك عندي بيبقى كلهم 99% منهم عايزين وضع الزوجة التانية فيحنا النهاردة بحاول إن أنا أوضح الصور اللي بتبتدي تيجي تشترك عندي عشان خاطر نبتدي نظهر بالشكل اللي إحنا نبقى وصلنا الصورة كاملة لكل واحد والكل واحدة النهاردة كيف بتتبعنا برضو يا جماعة من ضمن الحاجات اللي أنا حابب إن أنا ألفت نظر الناس لها إن إحنا النهاردة قدينا صفحتنا على الفيس اللي حابب إن هو يسترجع ويتأكب من كل بياناتنا ويتأكب من الحالات اللي موجودة معنا هيبتدي يرجع لصفحتنا على الفيس وهي فيها كل البيانات بتاعت الناس المشتركة معايا كل البيانات اللي إحنا بنسخورها هي بيانات عامة ما بنحطش لصور ولا عنوين ولا أي حاجة كل اللي إحنا بنسخوره في قلب الصفحة بتاعتنا هي مجموعة الحلقات اللي احنا طلعنا بيها واللي احنا اشتغلنا بيها واللي احنا النهار ده بنبتدي نستعرف بيها كل الناس اللي بتبقى موجودة معنا بحيث ان اي حد النهار ده يقدر يعرف كل الناس اللي موجودة معايا من خلال جريدة ارتباط الجواز ودي صفحتنا اللي موجودة على الفيس وبيها هيبتدي يتواصل مع الناس اللي بتبقى موجودة معنا ويبقى عارف مين هم الناس اللي مشتركة معنا لو هو حابب يتواصل مع اشخاص اللي هي الموجودة معنا وزي ما قلت يا جماعة احنا قدر المستطاع منحاول نأكد على كل الناس ان احنا النهاردة بنقول بيانات بتاعة اشخاص فعلا يتمتعوا بالجدية والمصدقية وزي ما قلت في كل وقت وبتكلم في كل حلقة كل واحد النهاردة او كل واحد النهاردة لاجأت لينا بنفضل معاها لحد او بنفضل معاها لحد ما بيلاقي الطلب اللي هو عايزه ايا كان المدة الزمنية اللي هو عايزها دي بتاعة ربنا احنا كل اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا نوفر كم من الاختيارات قدامك ومن هنا او كم من الاختيارات قدامك لحد ما تلاقي النصيب اللي ربنا كده انت اللي بتختاري انت اللي النهاردة بتبتدي تحددي لحاجة اللي تناسبك ولما بيحصل النصيب تقوليه خلاص انت هنا بتبتدي اتوقف عن خدمة وبتدي اشيل البيانات دي وبتدي احط بدلها بيانات تاني او ان انا شيلها خالص فاحنا النهاردة كل اللي النهاردة بيلجأ لنا لازم يبقى عارف ان احنا النهاردة بنقول كل البيانات اللي بتبقى موجودة معنا من خلال ان احنا النهاردة بنساعدك لحد ما نوصلك للأمر اللي انت عايزه ايا كان المدة الزمنية هو الهدف من الأمر ان احنا نبتدي معاك من اول الطريق لحد ما نوصلك في نهاية الطريق للارتباط هي دي جريدة ارتباط وهو ده الفكر اللي احنا النهاردة تملي بنحاول ان احنا نسعى ان احنا نحقق مع كل واحد المهاردة جيه اشترك عندنا وكل واحد المهاردة يلاجأ لنا فنبتدي المهاردة نوصله للحاجة اللي هو عايزه طبعا زي ما قلت مجمل الحلقة ومجمل الكلام ان احنا بنحط اعلان لكل الناس اللي موجودة معانا وبنحط الاعلان ده من خلال ان هو بيبقى موجود كل شخصية بدون ما بنذكر اسم وبدون ما بنحط اي بيانات تلفت نظر الناس ليها لصورة ولا عنوان ولا صورة بطاقة كل اللي انا عايز اوصله ان احنا المهاردة نقول الشخصية اللي موجودة معانا محتواها طلباتها وظروفها وبتمتدي نوصلها لأكبر كم من الناس هو ده مضمون فكرة جريدة ترتباط ان احنا بنعلن عن اشخاص حقيقيين موجودين بظروفهم بمواصفاتهم من غير منحط اي حاجة تلفت نظر الناس ليها او نشوشر عليها ده الهدف من فكرتنا اللي احنا المهاردة شغالين عليها من 2011 واللي هي الحمد لله بنشوف ان احنا المهاردة من خلال الامر ده حققنا كم كبير جدا من الناس اللي بتدور على فكر الجواز ووفرنا لهم كم من الاختيارات وهو ده الهدف الاساسي اللي احنا بنساعده ان كل واحد النهاردة لاجأ لنا ابتدأ لأ الطلب بتاعه وابتديني نساعده لحد ما وصلناه للامر اللي هو عايزه طبعا انا بشكر كل الناس اللي بتتبعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا وبحس ان انا النهاردة وانا موجود معاكم قدامكم ان احنا النهاردة موجودين متواصلين مع بعض وطبعا ده بيريحني نفسيا لما بلاقي الاتصالات من الناس بعد الحلقة او في اي وقت ان كان بنقعد ندرلش مع بعض فبحس ان احنا الحمد لله وصلنا مصدقيتنا لكل الناس واتمنى بإذن الله ان احنا نكون ضيف خفيف على كل الناس اللي بتتبعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا شكرا ليكم وشكرا لمتابعكم شكرا